شكرا مالك مثل ما قلنا سنبدلش بجريدة السفير والمعلومات التي نشرتها عن سجن رومي جريدة السفير عنولت اليوم عبوة رومي تقترب من الانفجار بالجمهورية كلها وفق تقرير طلقته مرجعية رسمية لبنانية فأن معظم السجناء الإسلاميين في رومي باتوا يدينون بالولاء لزعيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني وهم يديرون شبكة أمنية تنظيمية لها امتداداتها في سجون لبنانية أخرى وفي مناطق لبنانية وتجري عملية التواصل عبر شبكة الإنترنت حيث تم إدخال عشرات الهواتف الخلوية الذكية وبينها ما يوفر التواصل عبر جهاز سكايب سواء لتوفير قاعدة معلومات أم لأعطاء أوامر ومنها تنفيذ عمليات ضد أهداف محددة ويشير التقرير إلى محاولات عدة لقطع الاتصال عن الهواتف الذكية من خلال قطع الاتصال بواسطة عمود الإرسال قرب سجن رومي لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها ووفق التقرير فمنذ حادثة التمرد التي وقعت في السجن عام 2011 باتت معظم أبواب السجن الداخلية مخلعة ويمكن القول أن السجن بلا أبواب ويمكن لمئات السجناء أن يتجمعوا في لحظة واحدة في مكان واحد ما يعني القدرة على السيطرة على السجن واللافت للانتباه أن النصر وأخواتها تضع على جدول الأعمال التخطيط والتحضير لعملية عسكرية أو أمنية نوعية تكون كفيلة بتأمين الفرار الواسع ووفق التقرير نفسه فأن الموقفين الإسلاميين ينظمون حملة تواصل يومية مع المنتديات الإسلامية خصوصا القاعدية في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا والشيشان والخليج لإطلاق حملات تضامن معهم وهم طالبوا أبو محمد الجولاني وأمير داعش أبو بكر البغدادي بالعمل على إطلاق سراحهم بالقوة وباتوا على صلة يومية منظمة بشخصيات إسلامية لبنانية ومنابر إعلامية وكل ذلك على مرأة من السلطات اللبنانية التي تقف موقف المتفرج ننتقل إلى الانديبندنت البريطانية التي أفردت تحقيقا اليوم خاص بمدينة طرابلوس وفي هذا التحقيق تنقسم طرابلوس بين علويين يؤيدون نظام الرئيس السوري بشار الأسد وسنة يرسل بعضهم أبناءهم إلى سوريا للقتال في صفوف المعارضة عاصمة الشمال أصبحت صندوق بريد منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا حيث ترسل الجهات المتنازعة في سوريا رسائل لبعضها عبر المدينة ففي جبل محسن تنتشر صور الرئيس السوري بشار الأسد في كل مكان أما عند سفح الجبل في بيب التبيني فيخفق العلم الأسود لتنظيم القاعدة وتنتشر صور شبان قتلوا وهم يشاركون في عمليات عسكرية ضد قوات النظام في سوريا أما نقطة الالتقاء الوحيد بين الطرفين المتنازعين فهي الفقر هكذا ختمت الانديبندنت ومن الانديبندنت ننتقل إلى صحيفة النهار ومقال اليوم لسابين عويس هؤلاء هم المرشحون المحتملون والعقبات في طريقهم إلى بعبدة تنتقل الحسابات إلى المرشحين المعلنين على ضفتين 48 أذار النائب ميشيل عون والنائب سليمان فرنجي في مقابل الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب القوات سمير جعجع لا ترى المراجع حظوظا كبيرا للمرشحين الأربعة على قاعدة أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون توافقيا ومن خارج الاستفاف السياسي لكن هذا لا يعني بالنسبة إلى المراجع أن حظوظهم معدومة فالطريق إلى الرئاسة تذلل عقد التحالفات وتخرج المرشحين من استفافاتهم إذا اقتضت مسؤوليات الرئاسة ذلك تقول سابين عويس في الترتيب الثالث يأتي المرشحون الذين تصطدم حظوظهم بالحاجة إلى تعديل دستوري وفي مقدم هؤلاء قائد الجيش العماد جون أهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي فضلا عن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي يستدعي بقاؤه في الرئاسة تعديلا هو أيضا ولا شيء يوحي للمراجع حتى الآن أنه ثمت اتجاها إلى إجراء تعديل دستوري وما يفتح الأفق أمام أسماء مرشحين جدد في المقابل يتحرك كل من الرئيس بري والنائب جنبلاط على خط الاستحقاق يذكر رجلان مرشحا من خارج السلة المطروحة بينما تجري جوجلة أسماء غير استفزازية ومن النهار إلى الجمهورية وتحديدا إلى أسرار صحيفة الجمهورية قالت أوساط سياسية أن المعادلة الدولية الإقليمية المحلية التي أمتجت ولادة الحكومة السلامية ستدفع هي نفسها باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحدث سفير دولة غربية عن تطابق في المواقف بين واشنطن والرياض في كل ما يتصل بالوضعين اللبناني والسوري وفي السر الثالث أكد وزير في الحكومة أنه سيطفي نهجا مختلفا في وزارته يوفق بين المواقف الداخلية وبين علاقات لبنان الخارجية التي يجب تطويرها لا لحد منها ومن أسرار الجمهورية إلى صحيفة الأخبار ومقالة الزميلة ليا أزي شربيل وزع سبعة ألاف لوحة مميزة يوم دمعت عيناء الوزير مروان شربيل لدى تسليمه مفاتيح وزارة الداخلية لخلفه نهاد المشنوق كان قد أعد سلفا لوائح مطالبه الأخيرة في الداخلية تقديم لوحات السيارات تراخيص الزجاج الداكن وسحب عناصر من الأمن الداخلي ليرافقوه في رحلته إلى القصر الجمهوري مستشارا لرئيس الجمهورية ذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن شربيل أرسل إلى ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي كتابا طلب فيه أن ينتقل معه إلى مكان عمله الجديد كفريق لحمايته كل من الرائد سعد كيروز والنقيب أندري خوري والنقيب توني مارون إضافة إلى ثلاثين عنصرا وثلاث سيارات هذا العدد من المرافقين لم يكن متوفرا للمستشار السابق للرئيس الوزير عبد المطلب حناوي وتقول المصادر أن المشنوق طلب استرداد سيارتين وخمسة عشر عنصرا طلبات المشنوق لم تقتصر على ذلك فبحسب المصادر اكتشف الوزير الجديد للداخلية أن سلفه وزع أكثر من سبعة ألاف رقم لوحة سيارة مميزة خلال أشهر تصريف الأعمال فضلا عن نحو أربعة ألاف وثمانمائة رخصة زجاج عازل للرؤية أو فمي من أخبارنا المحلية ننتقل الآن إلى الأخبار الدولية صحيفة هاراتس الإسرائيلية نشرت اليوم الخبر التالي قائد الجيش السوري الحر عبدالإله البشير النعيمي تم أعداده وتدريبه عسكريا في إسرائيل حيث تلقى علاجا العام الماضي عندما أصيب في مواجهات مع الجيش السوري وكان حينها مسؤول القيادة العسكرية لقوات المعارضة جنوبي سوريا وبعد إصابته وعلاجه في إسرائيل أعلن عن وفاته وعن دفنه في درعا من أجل التغطية على وجوده في إسرائيل لكن المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر أعلن قبل أيام إقالة اللواء سليم دريس من مهامه كرئيس لهيئة الأركان وتعين البشير مكانه وإلى صحيفة الشرق الأوسط تقرير من بغداد بقلم هيبا القدسي صفقة سلاح عراقية إيرانية تثير قلق واشنطن أثارت صفقة لتزويد العراق بأسلحة وذخائر إيرانية الصنع قلق الإدارة الأمريكية التي تعدها خرقا للحضر الدولي المفروض على مبيعات السلاح الإيراني وتبلغ قيمة الصفقة 195 مليون دولار وهي أبرمت في شهر نوفمبر 22 الماضي وتشمل الصفقة 6 من 8 عقود مع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وعقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية وهي شركة مملوكة من الدولة وتشمل العقود بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخيرة للدبابات والمدفعية وقذائف هاوين وغيرها وقال مسؤول أمريكي أن مثل هذه الصفقة تزيد من تعقيد اتجاه واشنطن للتفاوض مع إيران وتخفيف العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي إلى صحيفة برافدا الروسية ومن هذه الصحيفة اخترت لكم هذا الخبر حصلت وزارة الخارجية الأمريكية على موافقة الكونغرس لتوريد الأسلحة إلى أسباكستان ما يشكل دليلا جديدا على زيادة اهتمام واشنطن بتشكند فالولايات المتحدة تبحث عن خلفاء جدد في المنطقة قبيل تقليص عدد قواتها في أفغانستان وعلى رغم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أسباكستان تقرر رفع العقوبات لاعتبارات الأمن القومي ويجري الحديث عن تزويد أسباكستان بطائرات استطلاعية بلا طيار وأجهزة الرؤية الليلية ووسائل الدفاع الشخصي وأجهزة الملاحة عبر الأقبار الصناعية وبذلك تسعى واشنطن للحد من النفوذ الصيني والروسي في المنطقة نعود إلى صحيفة النهار لنختم معها جولة اليوم من النهار هذه الصورة التي تصدرت الغلاف ظاهرة غير مسبوقة يشهدها لبنان في ظل تغير المناخي إذ ستبدأ الأسواق بتلقي مواسم مبكرة من اللوز الأخضر الناضج قبل أوانه ولا يقتصر الأمر على اللوز فالليمون أزهر والمشمش تفتحت براعمه إلى الخوخ والجنارك والتين التي بانت ثمارها الأولى في بعض مناطق الشمال وسط مخاوف المزارعين من زوال المواسم عند أول شتوى وسقيع هذه الصورة هي بعدسة المصور توني فرنجي وبهذه الصورة أختم جولة اليوم وعود إلى مالك ترجمة نانسي قنقر